موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين ومستمعين إلى رحاب حلقة جديدة من برنامج حتى العشرين وكالعادة نبدأ حلقتنا بقصة صغيرة بتمهد للموضوع بتقول صاحبة القصة لليوم شغفة أنا وصغيرة بحصص اللغة العربية ما بضهي شغف وإلي ذكريات وحكيات مع كل معلمات والأسادز اللي علموني هالمادة اللي كنت أنطر حصصها متل ما بيقولوا بالنطرة إلي أنصرت بالصف السادس ومع بداية العام الدراسة بتفوت على الصف معلمة بتلقي علينا التحية باللغة الأجنبية وكمان بتعرف عن حالة باللغة الأجنبية وبتبلغنا ومن دون مبالغة كمان باللغة الأجنبية إنها هي اللي رح تكون معلمة اللغة العربية لها السنة وطبعا من بعد ما انتصينا الصدمة يوم بعد يوم صارت هالمعلمة حديث الساعة بين الطلاب كيف كل كلماتها وبشكل تلقائي وعفوة باستثناء الشرح هي باللغة الأجنبية والأحسن من هيك إنه بس تعصى لها شي فكرة لا تشرح لنايها بالعربة بتقوم بتستعين مباشرة باللغة الفرنسية لا تشرح لنايها على أساس إنه طلابها واحد جون جاك روسو والتاني بيكتوري جو والتالت لا فونتن السن اللي بعدها غادرت هالمدرسة لا تستعيد حصص اللغة العربية عنده مجدة مع معلمة عارفة منيح قيمتها الحصة وكيف تخلي حواس طلابها مشدودة لقلة بكل الطرق الجاذبة حلقتنا لهذا الأسبوع تحت عنوان لغة هوية ويسرني لهذه الغاية أنا أصدف معي في الأستوديو الكاتبة والتربوية الأستاذة سحر شهادة أهلا وسهلك فيك أستاذة سحر شرفتين بحضورك ومشاركتنا في هذه الحلقة بشكل سريع من روح لنحضر أولى فيديوهاتنا ومشاركة لغة الفسحة فيك البلاغة وحسن السياغة وكل المعاني فرحة مرحة مرحة يا لغتي مرحة لا منغين انتا أنياء لغتي حب لغتي بهاء لغتي شمس لغتي ضياء يضحق للفجر صبحاء لغتي شمس لغتي ضياء يضحق للفجر صبحاء مرحة مرحة يا لغتي مرحة مرحة يا لغتي مرحة مرحة يا لغتي الفسحة استمعنا للقصة واستمعنا لأونشودة بحب تعليق بالأول على القصة بلما نروح لأونشودة وتعليقاتها بصراحة أول شيء يزعد مساكي أستاذي سانا ومسا اللي عم يسمعونا وعم يشوفونا هلأ وعن جاد يعني نيالنا هلأ إحنا اليوم عم نحتفل حتى إعلاميا بيوم اللغة العربة العالمية على بخصوص القصة بصراحة أنا صعكت يعني صعكت من وسطة هي معلمة لغة عربية أو معلمة لغة إيجليزية فبين لا بسرد القصة وبالأحداث هي معلمة لغة عربية طب إذا معلمة لغة العربية أنا قلت بالأول أنه يا هي ملخبتة بالمنهج أو ملخبتة بالمادة أو ملخبتة بالصف اللي هي دخلت عليه بس الحالة أنه الحمد لله بالختام شفت غليلنا وغليل المستوعين أنه خلص مش الحال أعتقد هون الإشكالية يا بدو يكون من الأساس الإدارة يا من نفس البيئة اللي هي جاية منها المعلمة لأنه أوقات البيئة بتلعب دور بنفس نمط شخصية الإنسان فبينسى أنه هو المادة شو بدو يعطيها وبيتداخل بالشخصية اللي عادة هو متعودة هون بتتساءلي طالما شخص هلقد تعني له اللغة الثانية لماذا اختص باللغة العربية وظلم لهؤلاء الأفصال اللي عم بيسمعوا كل الوقت المفردات فرنسية بدل المفردات العربية طيب نحن سمعنا لأنشودة مرحى يا لغتي مرحى ونحن عم نحتفل إلنا بأجواء اللغة العربية ماذا عن أهنية هذه اللغة وما الذي يميزها عن اللغات الأخرى لما نحكي عن اللغة العربية أنا بقول يعني شو فيه بعد أكتر جمالا وتعظيما وفنا ورقيا وإجلالا أنه هي لغة القرآن الكريم الله عز وجل لما بده يخاطبنا خاطبنا بهيد اللغة الرسل لما خاطبونا خاطبونا بهيد اللغة الأئمة عليهم السلام الصحابة كل هيدا المجتمع الراقي هو نشأة هيدا اللغة هي لغة القرآن الكريم لغة الإعجاز لغة البلاغة أنا هوني وضعت حتى أمامي بعض الأحصاءات كرمال ما هيك اشتبه وكون عن جد دقيقة هي اللغة الرسمية لخمسة وعشرين دولة وهي خامس أكبر لغة من تشربك بالكون يعني بالعالم احنا ما عم نحكي بس أنه على صعيد دولة أو دولتان لا عم نحكي هي خامس أكبر لغة بالكون واللي بيحكوا اللي بينطقوا بهيد اللغة هن 422 مليون ألف نسمة يعني أدا هيدا الرقم ضخم اللي بينطقوا فيها كلغة أساسية أولى كلغة ثانية يعني حتى اللي بيعتمدوها كلغة ثانية عددهم مش قليل 130 مليون نسمة كلغة ثانية فنحنا لما نحكي قدي هيدا اللغة منتشرة قدي هيدا اللغة عم تعطي حافز وداعم وإجلال أكتر وأكتر أنه الله عز وجل خطبنا فيها يعني لما بدوا يخطبنا الله ما توجه للغات أخرى لا بالعكس توجه للغة العربية لغة الضاد يمكن حتى المستمعين يقولوا شو يعني لغة الضاد لغة الضاد نحنا كلغة عربية الضاد هو الحرف الوحيد الموجود بلغتنا العربية قد ما حاولوا باق اللغات وخليون هلأ يسمحوا لنا يعني باق اللغات قد ما حاولوا هيدا الحرف هو حتى يقال يعني حتى بعض الشعراء كان فيه عربيا سابقا صعوبة بنطق حرف الضاد كان فيه يمكن لأنه هو حرف مضخم حرف تقيل فكان فيه صعوبة لحتى يتم نطقه لهيدا الحرف فلغة الضاد هي اللغة الوحيدة اللي بتحتوي على هيدا الحرف بالإضافة لهيك هي اللغة اللي فينا نحنا نسميها نقلتنا من العالم البدوي الصحراوي إلى العالم اللي هي فيه تكامل وصناعة الإنسان إلى العالم الأممي يعني نحنا ترقينا أمميا بسبب لغتنا بسبب هويتنا طب اليوم هيدا الحكي ما عم بيتدرس على المناهج الدراسية كفكرة عم بحكي ليه لأنه بينقال أنه أنتوا ركزوا كتير على اللغة الأجنبية لكون لغة البزنس فيه من وراها شغل للأسف فهون قدي بتواجهون كلمة كمان للطلاب ولا أهالي الطلاب يمكن اللي عندهم هذا الفكر أو عم يوصلون هذا الفكر أنه بعض البيوت ما بيحكوا أصلا مع ولادهم إلا باللغة الأجنبية بديقول بالضبط نحنا مش بس للطلاب أو للمعلمات نحنا فيه أمهات وهو أنا حتى أوقات بسمعهم أو حتى بشوفهم على مواقع التواصل الأم بتحكي مع ابنه قد بدأ تطلب منه للأسف بعض الأهالي بيتغنوا وبيتباهوا أنه نحنا منحكي لغة أجنبية أو هل قدي ابننا عنده هيدا اللغة وكمان عفوا نحك بانه الإيلان بيسموها اللكنة أنه عنده اللكنة ببعت شوي مثل اللكنة البريطارية أو اللكنة أو الأمريكانية أو الأمريكانية طيب بالمقابل نحنا شو عم نعمل نحنا عم بتم اندثار أو عم بتم محو أو عم بتم طمس للهوية طمس للغة بالمقابل نحنا لابد من تعزيز اللغة وكيف بدأت تتعزز اللغة إذا ما كانت معززة من داخل البيت لما نحنا نحكي عن التربية نحكي التربية داخل البيت نحكي المحيط نحكي المجتمع نحكي المدرسة طيب إذا الأم أنا دائما يعني هكي كتير بوجه رسائل للأمهات قبل هلأ يمكن للمعلمات ممكن نقول إنه المعلمات يلاقوا إنه واجبهم دورهم هنه دورهم وظيفة أما الأم أو الأب فلا يسمحوا لنا فيها هو دورهم تربوي دورهم عم بيمس بشكل مباشر مع اهتمامات أطفالهم مع احتياجاتهم هنه هون بنفس الوقت عم بيلبوا حاجة لغوية عند أطفالهم خاصة ست سنة لما نحكي عن الطفولة المبكرة طفولة المبكرة ثلاث لست سنوات الطفل هون عم بيكون يتلقى ورحلة التأسيس أيا أحسنتي عم بيكون مخزونه اللغوي طيب عم بيكون مخزونه اللغوي ونحنا كل الوقت عم نحكي معه بلغة أجنبية أو مثلا بنكون برا قدام العالم أو بالخارج بنتباها إنه يلا نحنا عم نحكي لغة أجنبية بالمقابل فرق ما نقوم بقلب البيت تربويا تعليميا وعلى فكرة حتى أكتر لنساعده تعليميا يعني للأسف الأطفال اللي عادة أهاليهم بيحكوا معهم بلغة غير عربية هن كتير ضعاف عربية تعليميا بالمدرسة نحنا ده بنا نشوف حتى الإحصاءات هلأ على الإدارة المدرسية تعطينا الأطفال اللي بيحكوا لغتهم أقوى عادة بالإنجليش أو باللغة التانية هن بيكونوا ضعاف عربيا لا باللغة العربية لأنه هن ما عم بمارسوها هن مش بس حتى الممارسة ما في عيدة تحفيز ما في عيدة الدعم مثلا يوم اللغة العربية في بعض المدارس من دون هلأ يمكن حتى إحنا ما نسمى ببعض المدارس مع إنه بترفع لن القبعة بمادة اللغة العربية هن أعطوا يوم بلا فروض هيدا يوم اللغة العربية خلي الولاد ينبسطوا خلينا نحنا بالعكس نقوم بأنشطة طيب إذا المدرسة عم تقوم بهذا التحفيز نحنا كمان بالبات قد ما فينا من نقوم بهذا التحفيز ولو جزئياً ولو بشكل بسيط إضافة لهيك نضيفه لأعيادنا لمناسباتها مش غلط يكون في عنا يوم فرح زيادة بالضبط حتى أنا بمبسط كتير لما أشوف بعض الأمهات أوقات بنشوف نحنا فيديوهات عمواقع التواصل بتبين إنه هيدا الولد شكاين عم يحضر من هو وصغير أو هو خلقان بعضه ببطن أمه لغة الفصحة بتكون جدا دقيقة حتى نطقل الحروف مخارج الحروف بتكون يعني مطقنة بشكل هائل فهوني حتى رسالة إضافية للأهل خلينا نحنا مع أطفالنا أنا هكي بان هلالين بالفترة اللي كانوا أطفالي أصغر كنت كتير أحكيهم بالفصحة هلأ شوي هكي خفافت لما هني خلص اكتسبوها للغة وصار عندهم إياها ملكة لكن هني وصغار يعني أنا حتى بدعيت لهم على طاولة الطعام يلا مثلا تعالوا هيا تعالوا مثلا أنه وضعنا الصفرة فبعض الصديقات يقولولي سحر كأنه أنت عم تحكيهم بالفصحة إلا أنا تلقائيا يعني أنا من دون شي مكتسب بقول أو شي عفهم بالفترة تلقائيا من دون ما أنا أكون محددة بدي أحكي معهم بالفصحة أحكيهم هيك كمان هذه رسالة أخرى للأهل والأمهات خلينا كمان ندرج مثل ما اللغة المحكية هي دارجة ندرج المفردات الفصحة ولكن هون يسمحوا لي هكي شوي اللغة الفصحة المبسطة لما نحكي لغة فصحة مبسطة يعني عم نقول الفئة العمرية اللي هي طفولة مبكرة بعدين طفولة متوسطة بنبلش لغة فصحة عميقة أنصح التعبير ولكن المبسطة لأن لغتنا قد ما هي فيها بلاغة فيها عمق وفيها هيد الفلسفة للفهم يعني تخيلي ست سنة كلمة الحب كلمة الحب إلها خمسين معنى يعني وين بعت في لغة يعني بأي لغة في هيك شي أحسنتي وين بعت في لغة هي لح تعطيني معاني هالأدى كتير طيب هون أدى مهم كمان يعني حضرتك تفضلت وقلت يعني استفدت إذا بدي أقول بالشقة التعليمية أنه الطلاب أو التلاميذ اللي عادة بيكونوا متمكنين من اللغة العربية هن عادة بيكونوا مميزين يمكن أكثر من غيرهم من الطلاب ولكن خلينا نحكي على الصعيد النفسي هون والتربة وقدى هذا الجانب نجم يعطيهم تحفيز تعزيز لثقتهم بنفسهم أنه والله أنا فعلا لأنه عادة منشوف مثل ما أنا قبل بشي أنه والله بلبل بالإنجليزي بلبل بالفرنسي ما شاء الله إلو حضوره إلو ما كانوا بينحكي عنه أما لما بيكون بلبل بالعربي أو هذا يعني لا بيلاقي ردة فعل وحتى الأهل ما بيقدمون مية بالمية بيصير هو مثل منقوز وهكي بانه للان أنه عربيا أنه هو للأسف لا لأن ما عنده المقدرة على التواصل مع الآخرين لما يكون ما عنده المقدرة على التواصل مع الآخرين هو لحيصير في عنده هيد الأثار للأسف النفسية والاجتماعية لا والاجتماعية لأن ما عم يتكيف مع الآخر ما عم ينسجم مع الآخر الآخر ما عم يندمج حتى معه اجتماعيا يعني هو بيصير فيه عندنا عدم تكيف وعدم اندماج فبالتالي عدم التكيف عدم الانتماج عم تولد له زعزعة بثقته بنفسه وعم تولد له هيدا الأحباط هون للأسف كمان بتتولد عنده صعوبات حتى التعلمية يعني نحن هو كلهم أثار النفسية والاجتماعية لح يرجعوا يبينوا عنا تعليميا ولد فيه عنده منقصة أو صعوبة تعليمية معينة بالإضافة لهيك عدم قدرته للتعبير ما هي اللغة هي وسيلة مثل ما الله نحن عم نحكي أحسنتي أحسنتي أقولكم حتى أفكاري حتى يعني الأطفال بعضهم ما بيدركوا هيدا الشي نحن بقلب فكرنا بقلب خيالنا نكون عم نستخدم اللغة بس مجرد نحن عم نحط هيدا الكلمات عم نحطها بالقالب السمعي والبصري نحن عم نستخدم اللغة بخيالنا هيدا الشي بعضهم ما بيدركوا لعنده أخف مثل ما بيقولوا خيال أو أخف إدراك أو استكشاف أو تحليل أو استنتاج بطبيعة الحال لحيكون في عنده قليل من المغزون اللغوي لما نقول قليل من المغزون اللغوي بطبيعة الحال عدم قدرة على التعبير وعلى التوصيل مشاعره توصيل تعبيره اللي بدي يقوله أنا بصادفني كتير بالأنشطة بيقولولي أنه عنده خجل عنده خجل ما بيقدر يعبر إذا بديك تسأليه جال بيسألي هيكي بشكل عام ما توجهههه كتير ما تخصيه لأنه لحيينحرج لأنه لحيخجل هلأ هوني يمكن الأم تقلي هيكي بس ما يكون في عنده إدراك مسبقاً أو تحليل مسبقاً للسبب الأساسي أكيد هلأ هوني أسباب عديدة ولكن عم تقولي أحد الأسباب قد تكون عدم قدرته على التعبير عدم قدرته على التعبير لأنه ما في عنده تكيف واندماج مع الآخر وبالتالي في عنده صعوبة ليعبر عن اللغة لأنه في مخزون فارغ أحسنتي وعم يكتسبها بطريقة بسيطة جداً أوقات يمكن عن جد هيكي هلأ خلينا نحكي الأمور مثل ما هي نحن هلأ بعالم مواقع التواصل منتشرة الأمهات العاملات الأباء لهن مضغوطين كل الوقت الأم والأهل خليني هلأ أوجه البوصني دائماً إلهم دائماً بيعتمدوا على المدرسة المدرسة هي صلة وصل مبان المنزل هي صلة وصل مبان هذا الترابط لأنه بالأساس الطفل هو أو الفرد هو مكتسبه بقلب منزله الأهل بيركوا دائماً على المدرسة وبينسوا دورهم الأساسي دورهم الأساسي طيب ما قبل المدرسة نحن بنشوف أنا عن جد مضطرة كتير أعطي نمازج لأنه عن جد نمازج من قلب الواقع كان فيه عندنا لقاء الطفل من بعده يعني مش بالمدرسة فأنا قلت له لوالدته قلت له ما شاء الله عنده طلاقة غير اعتيادية قلت لي سحر كتير بيقرأ أصص يعني هيدا لحاله منفذ أنه مش بس هو بيقرأ أصص هو في عنده أهل كمان متبنيين هيدا العامل الأساسي وعرفين شو عم يختاره له أحسنتي عم يتبنوا عم يتبنوا هيدا المنهاج أيضا طيب هون استفدت كمان بالحديث عن دور الأهل خلينا هيك نروح للمدرسة أكتر لأنه كمان مثل ما قالنا في مظلومية بالمجتمع للطفل المتقلق باللغة العربية أو المتمكن للغة العربية كمان المدرسة دايما بتولي الاهتمام ما بدي أظلم في مدارس بتعطي الاهتمام كتير والله أخذ أعلى علامة باللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية كمان أما اللغة العربية كمان ما بتنال هيدا الضجلة لأنه هيدا تحصيل حاصلة إنهم خلاص هي هيدا اللغة لغة الأم يعني يعني عم يكتسبها فينا وبلانا يمكن بتقول المدرسة هلا بصراحة السنة السنة خصوصا أنا كنت جدا سعيدة من النتائج اللي كنت عم شوفها بالمدارس خاصة كنت أنا عم شوفها كمان من ولادي الأنشطة اللي هي عم يطلبوها أو حتى عم يكتسبوها على عدة صعود يعني احنا عم نحكي على الصفوف الابتدائية الصغار حتى عند كبار يعني مثل اليوم كانوا عاملين لصفوف اللي فينا نقول الثامن أعتقد السابع والثامن أساسي سوق عقاز يعني هو بيخلص هذا الشعر وابني الصبح بدو ياخد ديوان المتنبي معه فأنا قلت هكي بقلبي قدي جميل عن جد هون ست سنة أنه كل طفل يكون عم بفتش على ديوان شعر بدو ياخده معه هيدا النشاط لنعمل من داخل المدرسة خلاه تلقائيا يفتح ويقرأ يمكن بالأساس هو ما يكونش سامع بديوان المتنبي أو ما يكون سامع بأحمد شوكة أو ما يكون سامع بباله أو مش بباله يفتح ديوان من أحساسه أو مش بباله يقرأ ولكن النشاط المدرسة هو يعزز وهو يحفز بالمقابل يمكن نحن إذا بناخد هيدا المثال السلب اللي كان بالبداية بالقصة نحن الحمد لله بطلنا نشوف هكي نمازج لا أنا دائما خلينا نقول ناخد الكوب الممتلئ لأن أول شي في إدارة واعية في إدارة واعية لأهمية اللغة في إدارة واعية لعيد اللغة اللي هي هويتنا نحن لما نقول هويتنا هلأ رح نحكي عن موضوع الهوية فالمدرسة هي عم تاخد هيدا الشق عم تاخد أنه اللغة هي لاكتساب القيم والمبادئ وأنا عبر الأنشطة اللي بقوم فيها بالمدرسة عم عزز له هيدا جميل جدا طيب بعض النقاط يمكن أوردتها بشكل سريع رح نفصل فيها خلال فقرة صورة وتعليق إذن أستاذة سحر وأيضا مشاهدين ومستمعين إلى فقرة صورة وتعليق نبدأ بأول صورة أستاذة سحر الضاد العربية لغة القرآن الكريم أنا لما بدي أجي يقول له للطفل أنه أنت لازم تهتم بهيدا اللغة تعطيه اهتمام لأنها لغة القرآن الكريم كيف أنا بدي أخلق له هذا الرابط يعني أنا عم بشتغل هون على يمكن الشعور الديني عم بشتغل على الشعور التربوي عم بشتغل على الشعور الجمالي في عندي كتير أهداف بدي أقدر وصلها من هذه الفكرة ما هي أسرع الطرق برأيك لإيصال هذه الفكرة للطفل فيني هون أرشع مثل ما بيقولوا أخد شاهد باللي بلشت فيه أنا لما بدي أحكي مع الولد أنه أنت تخيل يا ماما أنه الله لما خاطبنا خاطبنا باللغة العربية لأأمي لما خاطبونا خاطبونا بهذه اللغة باللغة العربية نحنا لما بدنا نقرأ القرآن هيدا القرآن هي معجزة الله عز وجل معجزة اللي بين إيدينا هي بلغة عربية بلغتنا اللي نحنا منحكي فيها ونشوف هوني أوقات حتى بعض يمكن الطلاب وحتى بعض النمازج لأوقات بنشوفهم بالأسرة ما كتير في عندهم الأولاد هكي أولوية أو أهمية البعض بحفظ الكرآن الكريم أنا هوني برجع بيجي بعزز له أنه هيدا اللغة اللي الله خاطبنا فيها هي موجودة بهيدا الكتاب موجودة بهيدا الكتاب لهو على مر الأجيال أنت عارف ماما وهيدا صح موجود بمكتبتنا بس هو من ألاف سنين موجود هو الماضي والحاضر والمستقبل أنا بدي أخد يعني هوني شوي أحكي بطريقة فلسفية مع الولد بدي مرق له نحنا كربنا من الله عز وجل لما نقرأ الكرآن الكريم طيب الكرآن الكريم بأي لغة باللغة العربية هوني أنا بكون عم نضرب عصفوران بحجر عصفور الأول أنه حببوا بهيدا اللغة هي لغتنا لغة الأم عصفور الثاني كمان أنه أنا خليه يقرأ آيات الله عز وجل اللي نزلها لنا وهي كانت باللغة العربية فأنا هوني يعني خاصة أوقاتي بشوف يعني أنا مثلا من خلال حتى تجربتي مع أطفالي الطفل عندي كتير بيقرأ آيات الكرآن وبيحفظوا وبحب طفل تاني هيكي أخاف شوي فوقت بقل له هيدا كلام الله كلام الله عظيم أنا بحكي بهذه الطريقة لن بقل له كلام الله عظيم طيب أي كلام هيدا الكلام اللي هو باللغة العربية حالة طيب رح نرجع أكيد لفقارة صورة وتعليق بعد عنا مجموعة من الصور ولكن صارت معنا عبر زوم التربوية والأعلمية الأستاذة إيمان عسيلي سلام عليكم أستاذة إيمان عليكم السلام ورحمة الله يعطيك ألف عافية أخت صناء ولضيفتك الأستاذي سحر أهلا يا عافيك وأهلا وسهلا فيك أستاذة إيمان يعني حضرتك دايما من الناشطين سواء بشغلك سواء بالمدرسة أو بالإذاعة وكذلك أنشطة متفرقة فتحلقين بيوم اللغة العربية عادة ممكن تخبرين عن النشاط اللي قمت فيه يمكن أن يومان بخصوص اللغة العربية وطبعا رح نشاهد بعض المشاهد أو الصور خلال حديثك ياريت نحكي عن فكرته كيف انطلقت من الجهة اللي بلشت ودعمت وماذا عن أبرز أهدافه نعم أنا اليوم حابة أحكي عن نشاط هذا السنتر حابة يكون نستني فيه إطلالي خاصة لأحياء اليوم العالمي للغة العربية وكان الهدف من هذا النشاط هو أنه نحن نعزز هيدا اللغة وأيضا يكون فيه فخر لكل طفل بهويته العربية بهيدا اللغة نعزز ثقته بنفسه فانطلقت الفكرة عبر مجموعة من الأشخاص ونفذ هيدا النشاط بمشاركة العديد من الأطفال اللي تميز فيه هيدا النشاط هو الأشخاص اللي كانوا عم بيواكبو يعني كان فيه أسات زي متخصصين وأيضا فيه مجموعة من المعالجين اللي كانوا عم بيتابع يعني كان فيه عنا معالجة إنشغالية وأيضا كان فيه معالجة نطق ولغة الأنشطة كان لنحنا نحبب الأطفال بهيدا اللغة عبر اللعب كلنا نعرف قديش مهم نحنا نعلم أطفالنا عبر اللعب فكانت من هون الانطلاقة أنه خلي فيه قرب بين الأطفال وبين اللغة العربية من خلال اللعب ليكتسبوا العديد من المفاهيم وتتقرب لهيك القلوب بينهم وبين هيدا اللغة طبعا كفيه كتير أنشطة بهيدا اليوم أنا حبي أذكر البعض مننا كفيه نشاط هيا نلعب مع حروفنا العربية هيدا النشاط هو كان واشرة مع معالجة إنشغالية كانت عم تتوصل مع الأطفال لهن يبحثوا عن الحروب عبر الرمل المعالج وطبعا هون كان له عدة أهداف لتنمية القبضات العضلات الصغيرة عند الأطفال وأكيد لتطوير مهارات الحسية إضافة إلى هيدا النشاط كمان كان عندنا أجمل الأدوار مع أشتر الشطار وهون الأطفال كان عم يختاروا مهنة محددة ليلعبوا دورة باستخدام الوسائل وطبعا كنا نشجعهم على استخدام اللغة العربية الفصحة لأنه في بعض الأطفال عندهم حاجز مع هيدا اللغة فحبينا عبر لعب الأدوار أنه يستخدم هيدا اللغة بطريقة سلسل كمان كان فيه نشاط هيا لنذهب برحلة مع التاب وهيدي طبعا بمرحلة الحلقة الأولى من لاحظ الأهل بيواجهوا صعوبة مع أطفالهم بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة فكانت هيدا الزاوية هي لتصنيف الكلمات التي هي إما تنتهي بتاء مفتوحة أو بتاء مربوطة كمان كان فيه نشاط اختبر قراءتك عبر طلاقتك أيضا كان الولاد اللي كانوا عم بيشاركونا هيدا النشاط كانوا عم يختاروا بعض الكلمات ليقرؤوها بسرعة وبطلاقة ويحطوها بالإجلي لشوفوا قديش عدد الكلمات اللي هني يجمعوها بوقت معي كمان أجمل أنشطتي مع لغتي نحنا كنا عم نتجه أنه في بعض الأطفال عندهم ميول فنية كمان عبر الفن الجميل والأشغال الفنية فينا كمان الأطفال يكتسبوا العديد من المقهارات اللغوية إذا صح التعبير فكان عندهم أنشطة فنية أشغال يدوية رسم تلوين أيضا صنعوا تتيب لحروف وكلمات تبدأ بهيدا الحرف وكمان كان عندنا زاوية أشاهد وأعبر بهيدا الزاوية كان فيه مجموعة من الأطفال عم بيشاهدوا قصة وطبعا نشتغل على موضوع التركيز قديش هني عم يفهموا هيدا القصة وبيصير فيه طرح أسئلة حول هيدا القصة لنشتغل على مهارات التفكير العليا عند الولاد وأيضا من بعد هيدا القصة اللي هي تتحدث يعني قريبا بموضوع عن قصة هي كانت القصة ولحتى للأطفال كمان يحبوا هيدا القصة لأنها باللغة العربية الفصحة كمان رحنا على زاوية تراثية التربوش نحنا نعرف لما نسمع به الحكواتي من زمان دايما نتذكر أنه هو اللي بيلوس التربوش فكانوا الأطفال كمان عم يصنعوا التربوش بإيديهون ويقعدوا بزاوية خاصة لقلهم إذا حبوا هني كمان أنه يحكوا حكاية حلو كتير عبر هذه الأشياء اللي هي كانت يعني متنوعة وحاولنا قدمة فينا أنه نشتغل على ميول الأطفال إذا كانت فنية أو لغبية بالتعبير والحمد لله يعني لقى هيك نجاح وقبول جميل جدا أستاذ إيمان نعم بدي أشكرك جزيل الشكر يعطيكم ألف عافية يعني على هذا الغنى وهذا المجهود وإن شاء الله هيك كل عام بتظل حافلة هذه اللغة ونحييها بجهود أمثالكم بدي أشكرك جزيل الشكر مجددا إذن الأستاذ إيمان عسائلة التربوية والإعلامية يعطيك ألف عافية الله يعلم يا أهلا وسهلا بالعودة لحضرتك أستاذة سحر يعني أشارت لنقطة كتير حلوة الأستاذة إيمان قالت أنه الأنشطة كانت مختلفة وبتراعي الميول عند الأطفال يعني نحنا بنعرف عادة التعليم التلقيني بالصف في عنا متن معين بده يتدرس سواء والله هيدا الطفل هيك ميولة أو ما هيك بدك تدرس اليوم درسنا هيك فلما بيكون في عنا هذا الغينة وهذا التنوع أنا بشوف هيدا الطفل كيف بقدر أوصل لقلبه كيف بقدر وصل له المعلومة أديش عادة الشيء مهم يعني وكأنه هون أول شيء عن جد يعطيون ألف عافية أستاذة إيمان هيك بتحسي عن جد أنشطة بتكبر القلب فعلا بتستأنسي أنه بتقولي بينكم بين حالك أنه أجيالنا بين إيدان أمينة فعلا بين إيدان أمينة ولغتنا العربية أيضا بين إيدان أمينة جميل التعدد الأنشطة أنت عم تعطيه للطفل هو تعدد خيارات يعني إذا ما كان اهتمامه بصوب ضمن هيدا النشاط هو لحي يلاقي خيار آخر عدا هيك دائما بالأنشطة أنا بعزز مفهوم الخيارات يعني البدائل ما استأنس بهيضا النشاط يمكن إذا ما في بديل هو ما يرغبه أبدا وإضافة لهيك النشاط الواحد هو مجبر على الأنشطة الاختيارية قدامه هو كيف واحد بيقول حسب هواته أنا جاي عبالي هلأ هون يعني حتى فكرة التربوشي يعني أكثر من هدف عم نوصل بالنشاط طيب رح نتابع أكيد مع حضرتك أستاذ السحر ولكن نسمح لنا نتوقف معك ومع المشاهدين مع هذا الفاصل ثم نعود لمتابعة الحلقة أطيب التحاية لكم من جديد مشاهدين ومستمعين نواصل معكم حلقة هذا الأسبوع من برنامج حتى العشرين تحت عنوان لغتي هوية مع ضيفة الكاتبة والتربوية الأستاذ السحر شحادي من شيد أهلا وسهلا في بي أستاذ السحر كنا قبل الفاصل عم نتابع مع صورة وتعليق نروح لصورة تانية طفلة بتقول لي ما لم يعرفني أنا عربية ماذا عن الانتماء والهوية بشكل كتير سريع؟ يعني ما أجمل عن جد هالكلمة أنا عربية لما كنا عم نقول لأنه اللغة العربية هي هويتنا هي قيمنا هي مبادئنا هون أداه حلو أنه نحن عند أطفالنا نعزز هيدا الشيء وينما هن يروحوا حتى هلأ يمكن إذا بدون يسافروا أو أي شيء أنا عربي لغة العربية هي اللي بتحدد هويتي حلو كتير طيب نروح كمان لصورة اللي بعدها إذن إلى الصورة التالية قصة الكسرة طيب فيها حزن يعني قصة الفتحة قصة الضمة قصة الكسرة أن نحول القواعد أن نحول هذه يمكن عادة نحن نعرف الطفل بينفر شوي من القواعد أن نحولها إلى قصص قد ممكن تسهل وهون حضرتك يعني لك يباع بموضوع القصص والحكوات خلينا هيك نعرج بشكل سريع لأهمية ذلك من خلال هذه الصورة عادة المعلمات بيستخدموا هذا الأسلوب أنه أي حرف نحن بننا نعرف الولد عليه أول شيء كان اسمه أو بالأحرى قصة الحرف يعني أنا شخصياً أما عم عرف ابني على حرف الجا النقطة اللي بقلب حرف الجا كيف هو كان مارق كان بلا نقطة كان بيشبه حرف الحا هو مارق شاف الجبل هز شوي الجبل نزلت منه حصة صغيرة صارت هيد الحصة بقلب بطنه لحرف الجا لا لأن القصة لح ترسخ بباله فرق ما أنا قل له إياه بطريقة طلقينية أنا عملت الحرف هو شخصية صار مثله مثل أي شخصية يمكن حيوان أو إنسان فأنا خلات الحرف يكون شخصية لحتى يلاقي طفل نموذج لما يلاقي نموذج بلق قصة يعني إذا سحلت هذه الطريقة بالفعل أستاذة سحر لأنه يعني إحنا إذا نرجع لأيامنا لما كنا صغار ما كان في هيدا شي صارت كان طلقين كان طلقين يعني بالعصائل نحط الأباتة بهذه الطريقة نحفظهم بهذه الطريقة مروح الصورة اللي بعدها حصة اللغة العربية قدي مهم أستاذة سحر كمان على أيامنا مش بكل الحصص كان الأستاذ يعتمد اللغة العربية الفصحة وحتى الطلاب كمان مهم برأيك اعتماد اللغة العربية الفصحة خلال حصة اللغة العربية نحنا طالما نقول هي حصة لغة عربية فبطبيعة الحال ما تكون باللغة المحكية بأن نحنا بنحكيها اللغة العامية اللغة اللي بنحكيها عادة ببيوتنا أو بالمحال التجارية أو بأي مكان آخر بيمارسها الطفل فهو حلو يتعزز عنده أنه نحنا بقلب الصف حتى لو بنطلب الإذن بنطلبه باللغة الفصحة باللغة الفصحة أنت عم تكوني له المخزون اللغوي هو عم يكتسب مفردات جديدة وهون أكيد بين هلالان وأكيد المعلمات هن أدرى بهذا التفصيل بحسب المراحل العمرية يعني أنا ما بفرط كتير باللغة الفصحة للصفوف الأولى اللي هي بعد الكلمة ما بيفهم معناها يعني هي بد شرح لا يفهم مقصدنا من هيدا الكلمة فبالتأكيد يعني المخزون اللغوي ما لح يعني يتعزز إلا ده نحنا أعطيناه هيدا المفردات حلو كتير مروح كمان للصورة الخمسة بشكل سريع يعني بعت اللي بو ساعتين الزبدة يعني هيدا النمط اليوم قدي هيدا برأيك وطبعا الجيل الجديد على هذا النمط قدي نحنا قديم إخسارة لغتنا وحروفها هيدا ست سناء والمشاهدين هيدا مبحث عن جد لحاله مبحث مطول لأنه هيدا تحدي هلا نحنا قدامنا تحدي الأجيال عم بيواجهوه لغة الإنترنت طبقون شو بتوجهي رسالة للأهل لأنه بالأخير يمكن يقولولك أنه ما عم نقدر نحنا طالما بالبات في أهمية للغة العربية تلقائيا الولد لحيكتضي بهيدا الشيء خلينا عنا نسميه نقول التربية بالقدوة أنا بكتب هاكي أنا بحكي مع ابني هاك هو تلقائيا لحيشتغل هاك يمكن هلا يقولولي للوشهدين أو الأهل طيب ما رفقاته رفقاته في مرحلة معينة ولكن نحنا خلينا نشرف خلينا نحنا نوجه ولكن ما نشتغل بالقمع لأنه خصوصا مثلا هوني مرحلة المراهقة خصوصا أو المرحلة اللي بيحس الفرد فيها وهمنا نسميه ممكن الطفل بده يتحرر من هايد القيود أنا بكتب على رياحتي أنا بكتب مثل ما بدي أنا بكتب مثل ما برتح أو مثل مرفيء بيكتب فهوني خلينا نحنا نكون موجهين وشرفين أحسنته ونربي عبر القدوة حالو كتير آخر صورة معنا الحروف المفخمة والحروف المرققة اليوم حتى للهجة درجة عند شبابنا الله يحميهم وبناتنا بتلاقي هيك الحرف يعني لما بحكي عن ضاد لما بحكي عن ظهر لما بحكي عن ذا كلها مرققة الأحروف قدي هيدا ممكن هيك يخلق هني بيعتبروها نوع من النعومة الأنوس الزيد ولكن هي قدي بتشوف فيها ضرب للغة هوني مثل فينا نقول مثل عم بيدلعوا بيكونوا مني للحرف هلأ هوني تعليميا هوني بنا نشت يعني بالصف هوي كمان كيف عم يسمعها من المعلمة بحسب ما عم يسمعها من المعلمة وبحسب ما نحن كمان الطريقة اللي عم نحكي يعني في بعض الأحرف اللي هي الأحرف على فرضا اللثوية طرف اللسان بنعلم إياها للطفل من البداية إنه في بعض الأحرف مثل الذا والثا طرف اللسان يعني كأنه بده يصير في شي عضوي بالذا إنه أنا بدي علمه كيفية النطق لما يتعلمه بالكيفية الصحيحة مفترض مفترض يقولها بالطبع طيب حلينا نروح لكيفية أخرى غير المدرسة مع فقرات فيديو وتعليق الثاني الثاني بنحضر ونرجع يعني من بعد ما تابعنا هذا الفيديو سحر يعني برح كان بأجواء كأس العالم منه غريب وأيضا رجعنا يمكن لذكريات الطفولة مع هذا النوع من البرامج أديك تفتأت شاشات أطفالنا اليوم لهذا النوع من البرامج وأديها جد كان عنصر مساعد إضافة للأهل إضافة للمدرسة على تنكين لغتنا العربية هيدا يعني مش عارفة إضافة وقتنا يمكن حتى هذا البرنامج هلأ للأصف صار البرامج الحالية هي خلينا بدي حاول أخفف أنا الجملة من البرامج اللي هي فيها فراغ نوعنا فراغ فراغ تربوي فراغ تعليمي فراغ حتى على المستوى يمكن الأدبة والثقافة والاجتماعي هلأ هوني أنا بدرب شوي تربويا بين فريق الأخيار أكيد كل برنامج فيه إله أكيد حسناته وسيئاته ولكن نحن بهذا العصر نحن قادرين نستثمر هيدا المواقع مواقع التواصل أو الآيبادات اللي هي بين إيدان أطفالنا أنا بعرف حتى بالفئة العمري الصغيرة كتير أهل وكتير أمهات بعلموا ولادهم الأحرف عبر الفيديوهات يعني فيه قنوات تعليمية متخصصة وهيدا القنوات نحن منرفع للقبعة ولكن القنوات اللي هي ما في إلها أي هدف حتى للأسف ما فيني أنا أقول حتى هيدا الهدف أنه عم يستمتع الولد عم يتسلى لا بالعكس هو عم يتدخله قيام وسلوكيات هي لا من بيئتنا ولا بتشبهنا ولا من كيامنا ولا من مبادئنا وحتى اللغة المحكية بقلبها ما بعرف يعني حتى من وين جايبينا فلا نحن فينا نستثمر ولكن هون عن جد كمان رسالة للأمهات ما نستدرد ونقول خلاص ابننا هلأ عم يحضر ابننا هلأ ملتهي خلينا نشوف شو عم يحضر خلينا نشوف هؤل برامج اللي هي عرف فرضا تعليمية إلا ما يكون فيها ثغرة معينة خاصة بالمراحل الأولى مراحل الأولى للطفل بعدهم عم يكون يعني دائما الأحل لازم هن اللي يحضروا بالأول وبعدين يحضروا طفلهم أي شيء ما يتركوا أنه التجربة لأنه أحيانا ممكن تمر كلمة أو مشهد يترك الأثر ونقول نحن وين كنا للأسف خلينا نروح كمان معك أستاذة سحر لفقرات من صفحاتهم بفقرات من صفحاتهم رح نشوف هالصورة كمان بعدنا بأجواء كأس العالم طبعا بونه أثار غضب المشجعين المشجعين بالمؤتمر أحاق لعدم رغبته بالرد بالعربية إلا بالعربية رغم ألمامه باللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية كذلك بونه قال لهم ليست مشكلة أنكم لا تتحدثون العربية ولم تحضروا مترجمين طبعا هذا كثير شهر عبر وسائل التواصل هذا الموقف لما أجوا لهم حتى يحكوا قالوا لهم حكينا باللغة الإنجليزية حتى نفهم عليك ما معنى مترجم فقال لهم مش مشكلتي أنه ما عندكم مترجمين أنا لازم أحكي بلغتي أنه هوني وكأنه هو أثبت موقف معين أنه أنا متمسك بلغتي كونه هلأ من شوي كنا عم نحكي عن الهوية هو أخذ هوني حس الانتماء حس الهوية حس القيم حس المبدأ وقال أنه أنتو إشكاليتكن إذا أنتو ما عرفتوا وكأنه كمان أعطى هوني كمان رسالة أنه لأ تعرفوا شو هي اللغة العربية تعلموا شو هي اللغة العربية خلينا نحنا نحكيها ونفهمها بنفس الوقت طيب قدي مهم هون كمان نحنا بنعرف بعدنا عم نحكي عن التماهي والتعلم بالقضاء شفنا قديش أطفالنا بهذه الفترة تأثروا باللاعبين رونالدو وإلى آثري الأسماء العديدة محفظنا منهم إلا شوي ميسي مبارك نعم فقدي مهم كمان يعمموا هذا الموقف الأهل على أبنائهم عادة نحنا باختيار النمذجة كتير بنكون حريصين جدا يعني مع هكي أربع خطوط حمر خاصة عند الفتيان اللي هن كتير يعني يعني منجزبين لموضوع الفوتبول وأنا بدي أعطي هلأ كمان هلأ بهذا المونديال شفنا أنه الفتيات والفتيان من كل الأجناد لما نزلنا على معرض الكتاب وقلنا له بدك تشتري كتاب للا يعني للا المونديال شتري بس مش كتاب للمشاهير مش كتاب لحتى يعرفك عن شخصياتهم لأ تتعجزات ألعب أحسنتي إنجازات ألعب سنوات أهداف مرمى ولكن مش للشخص خلينا نحنا نروح صوب الهدف العام مش للهدف الشخصي لأنه نحنا ما وراء الشخصية نحنا ما بنعلمها بالظبط فما فينا يعني هيك نحط القدوة لعند أطفالنا ويلا اقتضوا وامشوا وهيدا أشهر يعني نخلي الموقف هو القدوة كما شاهدنا بهذا مية بالمية يمكن الشجاعة التعاون نخلي القيمة مية بالمية طيب خلينا نروح مع حضرتك لفقرة تمهى الطفولة إذن مشاهدين إلى فقرة تمهى الطفولة أستاذة سحر من شبه شهلتنا مع أطفالنا بهذه الفقرة بمشوار بالسيارة ولا نوصل نحنا وياهن بخير وأسلامة بدنا نتبع الإشارات الضوئية لما بتشوف الموقف خاطئ بترفعي الإشارة الضوئية الحمراء لما بتشوف الموقف صح بتقليلهم انطلقوا وكفوا الصفراء بتقليلهم انتمهلوا تيريثوا طهلوا بالكل طيب رح نشوف مع أول حالة بتقول بنتي لغتها الأجنبية ضعيفة وعفكرة مش لحالة بالصف أكتر من رفقاء أكتر من رفقاء عندهم ضعف بهذه اللغة ولما طلبوا منهم علمة الساينز تشرح لن أو ترجم لن بعض المفردات باللغة العربية لا يفهموا الفكرة ما قبلت وقالت لن إنها ما بتقبل تقول ولا كلمة عربية طالما المادة باللغة الفرنسية وما رح تشرح إلا بالفرنسة أمام هذا الاعتقاد لأنه بيعتبروا أنه خلص حصة أجنبية لازم ممنوع كلمة عربية بنا نرفع السينيال مصير أي إشارة ترفعين أمام هذا؟ حتى ما يكون حده هكي دغري مباشرة وخلينا نرفع الانتباه لأنه هوني شو حيحاججونا المعلمات أو المعلمين وأنا سمعتها يعني شخصيا مباشرة أنه نحنا باللغة الثانية إن كان اللغة الإنجليزية أو الأجنبية والفرنسية ما فينا نحكي إلا باللغة الأجنبية لا لأنه في أنا عندي أهداف وكفايات ومعارف أنا بدي أقدمها بعيدة اللغة هذيك القدرات والكفايات يخدهم باللغة العربية ولكن الإشكالية هون أنه هو ما عم يفهم صح لما يكون ما عم يفهم لا نحنا بنا نتريف وبنا نوقف بنشرح بالقدر الكافي وبنمر لغة مبسطة لأنه حتى باللغة الأجنبية يعني حتى بدي أنا أطر أرجع اشرح له الشرح اللي بده يفهمه باللغة الأجنبية فلا هوني أكيد بنا نتريف بنشرح له المفهوم اللي هو ما قادر يكتسبه ونرجع بنكمل هوني نحنا ما بنكون أخلينا بالمادة بالمادة الأجنبية بالعاكس نحنا شرحنا المفهوم وأعطينا حقه وتركنا القيمة اللي هي قيمة للغة الأجنبية وكمان ما أخلينا أنه نحنا فوتنا لغة عربية بمواد اللغات فأكيد لا قبلنا تريص أكيد طيب من روح لحالة تانية كمان أستاذة سحر بتقول ابن متأثر ببيو من صغره وعنده ولع باللغة العربية لدرجة أنه عودوا بيو ما يحكي إلا بالفصحة بالمدرسة وبالبيت بنشوف هذا النماتج بالمجتمع صح لغتنا العربية رائعة بس بكل أسف مش كل الناس بتقدر هالشيه ولأنه اليوم ابني عم يتعرض للتنمر من قبل رفقاته بالمدرسة وعلى قولة إجا سيبواه وراح سيبواه أمام نطق الأبناء في كل الأوقات باللغة الفصحة بيجوا منوا فصحة يعني نحنا بالأخير نتحدث العامية بمحلاتنا بأعمالنا بأشغالنا بمنزلنا أي إشارة ترفعين؟ يعني هيدا محير شوي لا خليني ارفع وقول خليني ارجع للتريس دبلوماسية دبلوماسية مش حبيكون أحدي كليا تريس لا لأنه هو الطفل عم بيقوم بعمل صح وما عم بيقوم بعمل خطأ بالعكس أنا لما ابني يكون عم ينطق اللغة الفصحة أنا بكون مفتخري فيه بكون عم قللهم انتعوا سمعوا أنا بس شوف أوقات أطفال عم ينطقوا باللغة الفصحة بقول لهم أنا بدي شركهم معي بالأمش لتأنا بكون سعيدة فيهن ولكن الإشكالية أنه عم يتعرض لتنمر يعني أنا ما فيني أقول له وقف ما فيني أقول له استمر إذا بقول له استمر ممكن عدل استمرار ينعكس أثر سلبية إذا بدي أقول له وقف أنا أكيدين يمكنني أقول له أحسنتي وقف عن اللغة الفصحة لأنه بالعكس عم بطلب بتعزيزها من قبل الأهل ومن قبل المعلمين فهون التريس وهون فيها الأم تكون هيك بزكة أنه وين ابنه عم يستخدم هاي اللغة ببيئة هي بتعزز يعني أنا مثلا بروحها بتجدو بتجدو ما عندن اهتمام كتير بموضوع اللغة ويمكن بيحكوا هيك بطريقة يعني عشوائية يمكن بعض شوي فما بيهتموا ما عندن أي أثر حكب الفصحة أو حكب العامية أما أنا بمحفل هو أدبه بمحفل فني بمحفل اللغة عم تتجمل وعم تتغنى لا طبعا يعني لكل مقام المقال بدأت رأي الأم هذه النقطة طيب رح نروح لآخر فيديوهاتنا بالحلقة أستاذة سحر منحضره ومنرجع من عالله يعني مستأنسي أمونا فهمنا أمونا بس غير هيك يعني إذا بدنا نرجع كمان للماضي أستاذة سحر ولطفولتنا أدي أسست لنا اللغة العربية ببرامج الأطفال اللي كنا نحضرها بترجمة ودبلجة متقنة جدا مع الحركة مع مخارج الحروف كل هذه الدقة اليوم عم بيتروج بدول العربية للعديد من البرامج اللي عم تتدبلج باللغة المحكية أو حتى عم تصمم يعني عم تعد وتنتج في تلك البلدان مع أنها عم تكون منتشرة للدول العربية برأيك شو عم نخصر؟ أنا خليني مثل ما بقولوا حاكم الفيديو بشقاً أوقات في شق يعني بروح صوب أنه أنا بدي أحكي باللغة المحكية لأنه هي لغة العالم أنا بدي أتقرب منهم أنا بدي أجذبهم أنا بدي خليهم يحضروا لحتى هن يفهموا اللغة الموجودة هن شو بيكونوا هون عم بفكروا خلينا نقول تسويقياً وتجارياً وأعلامياً عم يتناسوا الهدف التعليمي أو الهدف اللغوي اللي نحن بنية ولكن بالمقابل أنا هدا السؤال كتير بتعرض له بموضوع القصص والحكايات كيف منا نقول للحكاية؟ كيف منا نقول للقصة؟ هل باللغة الفصحة؟ فأنا بلاقي من الجهات هن دائماً للغة الفصحة بيعتبروا أن اللغة الفصحة هي اللغة المفهومة عند كل الجهات عند كل العالم يعني نحن عم نحكي باللهجة اللبنانية هلأ أنا إذا بدي أحكيها أو بدون يسمعوها بالعالم العربي ممكن يوقفوا على بعض الكلمات فهيدا هون الغريب أنه ما استخدم الأمر بطريقة ترويجية لباقي المشاهدين أنه أنا إذا بده يحضر جمهوري أنا مفترض حاكي اللغة اللي هي بيفهمها كل الجمهور بالعالم العربي لهيكي حسب الهدف وخصوصاً لما نحكي فضائيات أحسنتي لما نحكي فضائيات يعني تقريباً يمكن خلينا ما نسمي قنوات ولكن في بعض القنوات أنا بلاقيها رائعة بموضوع اللغة اللغة بتستخدم اللغة الفصحة المبسطة أنا دائماً هيكي منحازل للمبسطة لا لأن المبسطة بيفهمها لصغير بيقدر يستوعبها من دون شرح تلقائياً عم ترجع تتعزز عند الفئة العمرية الكبيرة ففي بعض أكيد البرامج ماشي على هذا السلك ولكن الهدف هو أكيد اللي بيتغير ولكن نحنا يعني أنا إذا بدي أحكي هلا على صعيد يمكن الشخص بروح للقصص والحكايات اللي هي باللغة المحكية لأن الحكاية هي تراث محكة شعباً وحتى في هدف تاني أحسنتي أنا هون بكون بدي أعزز اللغة المحكية الشعبية وهون بيصير في هادي هيكي التوازن أنا بدي أعمل مباني اللغة المحكية للحكايات لأنه متل ما بنعرف الحكاية هي شعبية بسمعها من ستة بلغة شعبية ستة سمعتها بلغة محكية عامية بس أنا لما بدي أتوجه فيها لجمهور معين أنا مضطرة حاكي هيدا الجمهور بحسب اللغة ومع اختيار المفردات التي يمكن بتعزز لأنه أحيانا منحس حتى فيه خليط نسميها اللغة البيضاء يعني نحن خاصة لغتنا كلمة واحدة بنحرك للتشكيل تشكيل الحركة بس بتصير كلمة أخرى يعني بطبيعة الحال فعلا فعلا أستاذة سحر وقتنا انتهى بكل أسف بدي أشكرك جزيل الشكر يعني ما فينا ما نحكي عن لغة الضاد إذا ما قلنا ما قاله الشاعر لغة إذا وقعت على أسماعنا كانت لنا بردا على الأكباد ستظل رابطة تؤلف بيننا فهي الرجاء لناطق بالضاد أشكرك جزيل الشكر على حضورك يعطيك ألف عافية وأيضا كل الشكر لكم مشاهدين ومستمعين على حسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة